بهدف رفع كفاءات مندوبية الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني وتزويدهم بالمعلومات من أجل تحسين القطاع الرعوي بالساحل افتتح مؤخراً الأمين العام لإقليم إنيدي الغربي أعمال الورشة التدريبية لصالحهم تقرير عبدالله هارون برما بمبادرة من المشروع الإقليمي لدعم رعاة الساحل جاء تحزه الورشة التدريبية لصالح مندوبية الثروة الحيوانية بإقليم إنيدي غرب وذلك بهدف تقوية كفاءاتهم وتزويدهم بالمعلومات المهنية وبهذه المناسبة تحدث المندوب النائب للثروة الحيوانية بإقليم إنيدي غرب أثمان بيده رحب المشاركين لتلبيتهم للدأوة وقال إن هذه الورشة ستفيد المشاركين لتلقي معلومات إضافية في القطاع الرعوي الذي يعد أنصراً حامة للاقتصاد الوطني مدير المنظمة المهنية للثروة الحيوانية يوسف ألي جرقوي قد أوضح إن هذه الورشة ستؤهل المنادم لتقوية قدراتهم المعرفية واحدة المشاكل التي يعاني منها الرعاة الساحل بالإقليم في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة لأمين الآمن لإقليم ندي غرب جوجيني الجي شكر وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني لدعم المشروع الإقليمي لرعاة في الساحل حيث أشهد بالدور الكبير الذي تلعبه الثروة الحيوانية في المجال الاقتصادي كما حس المشاركين في عمال الورشة لمتابعة الدورة وتطبيق كل ما تلقوه من المعارف على أرض الواقع